افتتحت وزارة تضامن الاجتماعي أنشطتها بالدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية يأتي نشاط وزارة تضامن الاجتماعي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمالا لحملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي أنشطتها بالدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية الحقيقة نشارك ببرنامج وعي ووعي هو برنامج مهم جدا في وزارة التضامن الاجتماعي بنعممه في جميع قرى حياة كريمة علشان نشتغل أكتر على تنشئة الأطفال والشباب على القيم الإيجابية وعلى التربية الإيجابية وعلى السلوكيات الإيجابية المصرية الأصيلة التي تربينا عليها ولنحب أن المواطن المصري يتحلى بيها فكرة تنمية الوعي هو الهدف الأساسي للثقافة والمعرض عموما فنحن نرحب بوزارة التضامن بحملة وعي الموجودة هنا وزي ما كنا بنتكلم منذ دقائق عندنا قمنا أنه كل معرض الكتاب في الأقاليم كمان يبقى فيها حملة وعي لأنه تمام الرسالة هو وصولها لكل ربوع مصر ومع تواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل الجمهور التوافد على قاعات المعرض بأجنحاته المتنوعة بالنسبة للكتب اللي أنا بحب أقرأها أنا بحب أقرأ كتب الرعب والساسبينس والحاجات دي هو بصراحة التنظيم من السنة دي من أفضل السنين يعني أنا من 2014 أو 2015 أحضر في معرض الكتاب حرفياً أفضل سنة طبعاً ما حضرتش السنة اللي فاتت في شهر ستة عشان كان كورونا وكده وكان حارفة ما حبيتش أنه أنا أحضر في الأجواء دي بس التنظيم كويس جداً المعرض يشارك به هذا العام أكثر من ألف ناشراً منصرياً وعربياً وأجنبياً يمثلون واحداً وخمسين دولة موزعين على خمس قاعات للعرض دور النشر السنة دي نعمل شغل هايل نزليم بروايات عديدة ومتنوعة وكتب علمية وفيه حوايات تاريخية يعني أي وفيه فانتازيا فيه رومانسي فيه كل حاجة وفيه كمان روايات وقعية اجتماعية بتبرز أضايا مهمة في المجتمع فبالتالي أي قارئ هيفكر أن هو يجي وكده هيلقي أي لون هو بفكر يقرأ فيه احنا بنشارك بإصدارات متنوعة كثير سواء كتب أو روايات كتب بتغطي أغلب الأنواع مثلاً سواء تاريخي أو فلسافي أو علم نفس تنمية بشرية والروايات برضو روايات متنوعة سواء رومانس فانتازي رعب فعليات المعرض تتواصل لليوم الخامس وتنوعت بين الندوات الفنية والثقافية والأنشطة التي تناسب وتكذب مختلف فئات الأسرة المصرية ترجمة نانسي قنقر